إذن من جديد أيها الأحبة نعود لمتابعتنا الثقافية والفنية لمهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي ومعنا في هذه المتابعة الفنان محمد بن خميس المعمري طبعا محمد هو رئيس لجنة تنظيم مهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي نستعليك بالخير والعافية فنانا وتضعنا كذا في أجواء آخر الاستعدادات لانطلاق هذا الحدث الفني مساكم الله بالخير ومساكم الله بالخير كل المشاهدين هذه القناة الثقافية التي نفخر بها دائما وهي متابعة لكل الأعمال الثقافية والفنية أشكركم المتابعة أشكر أيضا اهتمامكم وأؤكد بيننا إن شاء الله على استعداد تام أن نعلن نحن فتاح المهرجان الرستاق العربي للمساح الكوميدي ومعادل إن شاء الله في الساعة السابعة والنصف نحن الآن في نقاعة المسرح نجاهز لحفظ الفتاح وأيضا نجاهز للعرض البحرين أي بعد الفتاح المباشرة إن شاء الله كل استعداد جاهزة وفي انتظار باقي بإذن الله بحول الله طبيعة المشاركة المسرحية أيضا نعرف أن هناك زخم كبير من الفرق المسرحية التي تقدمت للمشاركة وهناك بعض المعايير التي تم الوقوف عليها للوقوف على هذه الخلاصة الفنية الجميلة التي سيكون لها الحضور والتنافس في أجواء هذا المهرجان المسرحي أكيد في البداية لأنه عن مهرجان الرسلحات العربي المسرح الكوميدي كانت هناك بعض البنود والشروط في البداية تمت تعميم الشروط للسرقة العمانية الراغبة والتي تندلق تحت الهواء وزارة التراث والثقافة حيث يجب على أن تكون الفرقة مشهرة مشهرة بصميا وهناك بنود بأن النص يحتوي على معايير معينة منها من ضمن هذه المعايير أن يكون النص بعيد عن الإسفاف أن يكون هناك ميديا راقية أن يقدم رسالة بيطنية ورسالة للشباب ورسالة من المجتمع المتعارف عليه مثل هذه الأول تم تشكيل طبعا لقنا رئاسة الفنان سعود الدرمكي والأستاذ مختار السالمي وأيضا الدكتور حمور الضغيشي لقراءة النصوص قدمت 15 فرقة مسرحية عمانية بهذه المسابقة تم الاختيار لتقريبا 5 فرق داخل المسابقة والفرقة الثالثة أيضا عرض موازي بانتوميم لأن يكون حفل الختام وارتأينا أن يكون المهرجان العربية وختم إضافة أو دعوة فرقة من القزائر الشقيقة وفرقة من مملكة البحرين وبكذا اكتمل إن شاء الله ثمان العروض المسرحية والتوميلية بألوان مختلفة هناك حضور أيضا جميل لنقبة من الأسماء الفنية كضيوف وضيوف شرف أيضا لهذا المهرجان نعم طبعا لا يخف عليكم أن هذه المناسبات تأتي وهذا المهرجان يأتي في شهر عزيز علينا وشهر وطني وهو شهر مصنبر المجيد فارتأينا أن نكرم 11 فنانا من الفنانين المسرحيين المتميزين سواء كان على الوطن العربي أو من السلطنة واستضاف أيضا عدد 11 فنانا بنجوم لامعة والحمد لله رب العالمين وفقنا في أن نستقطب هؤلاء النجوم وأن نشاركونا الفرحة وأن يكونوا حاضرين في هذا الشهر المجيد وفي هذه الفعالية اللي هو مرجان الرشتاخ العربي المساح الكوميدي وأيضا هناك أبادر أخرى ونحتفي بهذا المناسبة بطريقة أخرى بحيث أننا سنكرم 18 شابا مسرحيا بمعدل ثلاثة من الشباب في كل عرض إن شاء الله ليكتمل عدد 18 ولنقول بأننا نحتفل بـ 8 شابا أسما كبيرة حاضرة في هذا المهرجان في المشاركة في لجالة تحكيم في التنظيم وأتوقع الرسائل أيضا في ظوما نعيش وأيضا من معطيات مختلفة الرسائل أيضا بطابعها الكوميدي ستكون حاضرة بحرفنا مسرحية لهذا العروض التي تم انتقائها من خلال هذا الزخم بإذن طبعا هناك ضيوف نعتبرهم نجوم كبار نقدم لهم الشكل الجزيل على مبادرتهم أيضا وتحمسهم أيضا لا يخفى عليكم جميع المجوم الذين تواصلنا معهم عندما وقدوا بأن هناك مسرح خاصة كوميدي ولأول مرة يمكن على الوطن العربي سعيدوا بهذه البادرة وكانوا متحمسين أن يشاركون هذه الاحتفالية وهذا المعرجان الأول في دورتها الأولى نقدم لهم الشكل الجزيل سواء كانوا من السلطنة أو من الوطن العربي وطبعا لو استعرضنا النجوم هم فعلا نجوم بقيمة فنية راقية أكيد المشاهدة والمتابع لهذا المعرجان سوف يستفيدوا وخاصة الشباب وولئك الشباب الذين تحاضرون بقوة في هذا المعرجان سيستفيدون من تجارب هؤلاء المشاهد يحاولون كل التحية لك سيد محمد شاكرين متابعتك المسائية معنا وإن شاء الله على تفاصيل لتغطية هذا الحدث الفني الجميل كل التحية لك مرة أخرى والتوفيق إن شاء الله للمعرجان في دورته وإطلالته الأولى شكرا جزيلا لك الفنان محمد بن خميس المعمري رئيس لقنة تنظيم مهرجان رستاق العربي للمسرح الكوميدي